مرحبا يا حلوين أهلا سهلا بكم ماريت علي بقناتي يوم جاءت لكم بفيديو عطور بس مختلف شوي بصراحة لأنه كتير شكلهم كيوت وتحسوهم زي الألعاب وكتير متحمسة أفرجيكم ياهم وأحكي لكم عنهم طبعا أنا من فترة جبت عطور صغار كتير من سيفورا أمريكا حاولت أدور على سيطات سيفورا التابعة للدول العربية لأت إنه لأسف في عطور أحجام صغيرة بس ما مطلقوا كتير أنواع أو بيكون الحجم مش هل قضة صغير حبت أحكي لكم عن رأي بها العطور اللي جربتها كتير حبت الفكرة صراحة لأنه بتقدروا تجيبوا كمية عطور منيحة بس ما تدفعوا كتير هاد بيساعد الناس اللي بيحبوا يجربوا روائح كتير زي أو حتى تعرفوا أي عطور حبيتوا لتجيبوا سايز أكبر منه طبعا أكبر حجم عطور بفيديو اليوم هو 10 ميل وأغلب هاي العطور ما بتيجي راش تفتحوها من فوق حتى تحطوا منها فبتكوم تديروا بعدكم بشكل عام قبل ما بلش الفيديو لو سمحتوا ما تنسوا اللايك وإذا بتحطروا قناتي وبتحبوها ما تنسوا لكم تشتركوا وكمان أصماء العطور ورابط الإنستغرام راح يكونوا بصندوق الوصف ويلا نبلش طبعا أول ستة لليوم هي من إيف سان لوران وبيجي فيها عطرين الاتنين بيكونوا أودي بارفام وفيهم 7.5 مل كتير صراحة أنا بحب روائحها لبراند بحس حالي بحتار شو أجيب منها عطور أحيانا أول واحد هو أكيد كتير مشهور اسمه بلاك أوبيم كتير بحب شكل علبة هذا العطور كيف عاملينه لون أسود وجاي سباركلي كمان شكله بحسه كتير أنيق وفخم هاد نزل بسنة 2014 ويعرف كتير ناس ما بستخدموا إلا هذا العطور ريحته راقية تصنيف تاعها جاي سويت وفلورل طبعا في عطور من زارة اسمه غاردينيا كتير ريحته بتشبه هذا العطور مناسب للناس اللي بيدها ريحة سويت بس نفس الوقت تكون مميزة طبعا هو فيه قهوة وبرأيي معطيته تميز ومخليته بولد أكتر الريحة قوية برأيي ممكن أفضله لفصل الخريف الشتاء أو بالصيف بس لفترة الليل ما حسته بيضل كتير صراحة يعني لحد أربع ساعات الفواحية تاعته متوسطة يعني ريحته بتفوح بس ما بتحسوا أنها عبت المكان مثل بعض العطور هلأ خينا نحكي عن النوتس بيحتوي على الانجاس الفلفل الزهري وزهر البرتقال كمان فيه القهوة زي ما حكيت من قبل بالإضافة لليسمين اللوز المر عرق السوس وكمان ما لنسالفانيلا البتشولي وخشب القرس والكشمير أما التعني بهاي السادفة هو ليبر اللي أنا حكيت عنه من قبل هات طلع بسنة 2019 يعني أجدد من بلاك أوبيوم هات برده شوي سويت من العطور الفواحة اللي بضل فترة طويل لأشمها يمكن أضل أشمه يوم كامل وأحيانا أكتر برأيي من الروائح اللي بتنفع لكل الفصول وكان ممكن تستخدموه سواء للليل أو للنهار وزي ما حكيت من قبل هاي الريحة بتنفع لكل المناسبات وميستو إنو الديان اي تاعتو كتير حلوة برأيي وما بحسو بيشبه غيره من العطور وحستو من الروائح اللي بيجي فيها توازن بين النوتس يعني ما حست في ريحة طاغية على التانية أما بالنسبة للنوتس فهو بيحتوي على اللافندر الماندرين وكمان فيو بلاك كارنت بالإضافة لزهور البرتقال اليسمين الفنيلا الميسك وخشب الصندل والستة التانية اللي رح أحكي عنها اليوم هي من فرزاتشي طبعا الاتنين بيجو قودي تويلت والحجم تاعهم خمس مل أنا صراحة ما عمري شتريت عطور من هاي البراند وكتير عجبني انو فيهم كرتون صغيرة كتير شكل هاي جاي كيوت أول عطور هو كتير مشهور من عندهم واسمه برايت كريستل يعتبر عطور قديم نوعا نا يعني طلع بسنة 2006 هو من الروائح الفلورال الفريش وميستقل انو عطور كتير فامان ريحته كتير ناعمة كتير هادية ومش من الروائح اللي بتصدع الراس يعني الفايب تاعه بيذكرني ببومبشل من فيكتوريا سيكرت برأيي عطور مناسب جدا لصيف الربيع كمان حلو لفترة النهار الفوحية تاعته متوسطة ما حسيته بيضل كتير يعني من ثلاث لخمس ساعات النوتس تاعته هي الليمون الياباني الرمان بالاضافة للفوانية اللوتس والماغنوليا وكمان فيه المسك والعنبر ريحته حلو بصراحة بحس انو ممكن اجيب فل سايز منها بيوم من الايام والتاني واحد هو ديلم تركويز كتير عجبني شكل علبته هاد اشدد من اللي قبله وطلت تحديدا بسنة 2020 هاد تصنيفه انو عطور سيترسي وبرأيي ماسكيلن كتير يعني انا بالعادة ممكن احب عطور الماسكيلن بس هاد حسيتو شوي اوفر صراحة هلا اول ما تحطوه بتكون ريحتو فرش حلوة بس لما يهدأ ريحتو بتصير رجالي فانا ما عجبني بصراحة لانو انا بميل للروائح الفيمنان اكتر هاد حسيتو بيزبط يونيسكس يعني للشباب والبنات مستحيل اجب منه فل سايز صراحة انا شامي ديلان بلو من قبل كان كتير حلو عجبني بس هاد لا حسيتو بيضل حتى 3 ساعات فواحيتو منيحة واذا بتحبو هذا النام من العطور فهو للصيف والفترة للنهار النوت اللي فيه هي الليمون المندرين الفلفل الزهري وكمان فيه جوافق وخشب ومسك وارث والستة الثالثة اليوم هي من برانج توري بيرج طبعا انا استخدمت عطر واحد من هالست وكتير بحبه والثاني هاي اول مرة كنت اجربه الاثنين بيجوا اودي بارفام والحاجم تاعهم هو 7 مل خلينا ابدأ باول واحد واللي هو انا كتير بحبه واسمه توري بيرج باي توري بيرج هاد اصلا اول عطر بلا شفية هاي البراند وطلعت تحديدا بسنة 2013 التصنيف تاعه جاي فلورل وودي وتحسوا بيميل شوية للباودري الروائح اللي كتير انثوية طبعا بيحتر قناتي من فترة بيعرف انه كان دي حجم 100 مل منه وخلصته شوفوا فرق الحجم بين الاثنين ورأيي حلو لكل الفصول بس ممكن افضله اكتر للخريف وللشتا لانه بحس ريحتو شوي فيها دفا وكمان فهو عطر نهاري برأيي ريحتو جدا فواحة بتضلها لحد 8 ساعات اما بالنسبة لانوت فهو بيحتوي على المندرين لجريب فروت الفلفل الزهري وكمان فيه الفوانيا التوبي روز بالاضافة لليسمين وبذور الجزر كمان بيحتوي على المسك الابيض خشب الصندل والارز هاد العطر عن جد بنصحكم تشمو ازا كنتم من الناس اللي بتحب روائح الزهور بس اللي بتيجي شوي فيها تعقيد وثاني واحد من هاي السيت هو جوست لايك هيفن هاد نزلوا ب2018 ما كنت مجربيتو من قبل وصراحا صدمت لانه ريحتو حسيتها زي الاعشاب ابدا ما حبيت هالريحة بصراحة بحياتي ما شميت عطر زي هيك طبعا انا حطيت منه شوي على واعيه واندمت لانه الريحة كتير علقت يعني بتطول لتروح وانا اصلا ما حبيتها مع انه الاسم جوست لايك هيفن فتوقعت انه الريحة تكون كتير حلوة لانه معنى الاسم انه هو مثل الجنة ممكن فيه ناس احبوه يعني ان اختي حبته اما بالنسبة للنوتس فهي الهايا سينث الماندارين كمان فيه عشبة اسمها اليا لانش يارب اكون حكيت اسمها صح كمان فيه التونكا برأي مستحيل اجيب منه فل سايز الرابعة ست رح احكي عنها اليوم هي من براند كلوي وبرده الكرتونة تاعتهم تيجي معهم الاثنين بيكونوا اودي بارفوم والحجم تاعتهم هو خمسة مل اول واحد هو عطر كلوي هو من الروائح الكلاسيكية اللي بتيجي نوعا ما قديمة يعني نزل بسنة 2008 للعطور الفلورة الفرش اللي بيجي فيها هينت باودري وبرده يعتبر كتير ناعم وتحسوه بيعطي شعور بالبرودة يعني مناسب للربيع والصيف وبناسب فترة الانهار اكتر برأيي فواحيته متوسطة ما حسيته كتير بضل يعني من 4 على 6 ساعات نوتس هي الفريزة الورد زنبق الوادي والمجنوليا بالاضافة للارز والعنبر زي ما شايفين اغلب النوتس هي عبارة عن زهور الثاني واحد هو كلوي نوميد اكتر عجبني شكل هذا العطر هو نزل بسنة 2018 وبرأيي كتير بيختلف عن اللي قبله هات برأيي تصنيفه ما توقع انه هذا النوع من العطور يعجب الكل حتى انا مش كتير بعمل لقله حسيته بناسب الناس اللي عمرها 30 واكتر لانه جاي شوي تقيل حسيت فواحيته متوسطة يزبط للليل او النهار وكمان بينفع لأي فصل مع انه شفت حطين فيه رواقح بعض الفواكه اللي انه ابدا ما بيجي فروتي برأييه نوتس هي البرجاموت الليمون الفريزة الخوخ اليسمين بالاضافة للورد خشب العنبر البتشولي المسك الابيض خشب الصندل حبي اعرف رأيكم بهذا العطور تحديدا ايش جربتوه حكولي رأيكم فيو تحت بالكومنتات اخر ستلة اليوم هي من براند رالف لورين وبرضو فيها عطرين لتن تركيزهم اودي بارفام وحجمهم هو 7 مل نبدأ باول واحد واللي اسمه رومنس هذا عطور كثير قديم يعني نازل بسنة 1998 تصطيف العطر هو فلورال باودري برأيي بيشبه ريحة لوشا من جونسون بيكون لون الزهري اذا عمركم استخدمتو من قبل كتير حبيتها هذه الريحة حسيتها فرش فمنان من الروائح اللي بتعطي برودة يعني حلوة لفترة الربيع والصرف عطر مناسب جدا لفترة النهار برأيي هو من العطور اللي بنفع تجيبوها هدية لحدا لانه بحس صعب اي حدا يكره هذا النوع من الروائح الفواحية تعطيه متوسطة وبرأيي بيضال حتى ثلاث ساعات اما بالنسبة للنوتس فهي البابونج الزنجبيل الليمون الفريزة الصفرة كمان فيه الزنبق واللوتس اللي بنفسج الابيض وبيحتوي على المسك الاخشاب والباتشولي والتاني هو اصدار مختلف من الاول واسمه بيوند رومنس طبعا هو لو نعلمته جاي زهري وعملينها شوي مطفية هو طلع بسنة 2019 بيجي مكس بين السويت الفلورال وكمان الفروتي كتير بيشبه سبري من بينك اسمه وارم اند كوزي بس هاد ريحته شوي احلى كمان الريحة دافية اللي سويت نستعتها متوسطة بينتفى على فصل الخريف والشيطة برأيي مناسب للليل او النهار كمان احس انه الناس اللي بتحب الروائح الجالي لسويت كتير احبوا هذا العطر انا شخصيا كتير حبيته حسيته بيضل لحد خمس ساعات فوحيه تعته عالي برأيي اما بالنسبة للنوتس فهو بيحتوي على التوت الأحمر المندرين والبرقاموت بالاضافة للورد زنبق الوادي واليسمين كمان فيه فانيلا ومسك ابيض برأيي ريحة الفانيلا واضحة فيه بس ما بتيجي كتير اوفر واخير عطر رح احكي عنه اليوم هو اكبر حجم فيهم ولي هو عشرة مل والوحيد اللي بيجرش من بينهم واللي اسمه مايوي باي جورجو ارماني هالطلع بسنة 2020 صراحة من احلى العطور اللي استخدمتها وكتير حبيته طبعا هو عطور فلورال والفايب تاعه اذكرني بعطور لانتردي من جيفانشي برأيي كتير فواح بضل فترة كتير منيحة يعني عن جد ممكن اشري موطول اليوم واحيانا ثانيهم عطور كتير فمنان الناعم بس بنفس الوقت جاي مميز بيندفع لكل الفصول برأيي بس مش كتير بفضله لفاصل الشتاء ويعتبر احلى لفترة الانهار النوتس هي ذهر البرتقال البرقاموت التوبيروز اليسمين الهندي وكمان فيه الفانيلا المسك الابيض والارس وبس اك بيكون خلص فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم واذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل اشترك من قناتي اشترك من قبل فيديو جاي باي